اشتركوا في القناة استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرف كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك مرحباً أنا سامي صابر وهنا راديو فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance اليوم سيشرح لنا يوسف راضي عن الالتباس الذي يواكب الخطأ مقابل منطق الحق سنراجع في الكتاب المقدس تحديداً بعض المقاطع المتعلقة بطبيعة يهوى الحقيقية والعلاقة التي تربطه بابنه هل هما جزآن من الألوهية الثالثية أو أن يهوى هو الإله الوحيد ويهوشو ليس إلها على الإطلاق لاحقاً ورداً على سؤال في فقرة البريد اليومي سيشرح لنا يوسف الفرق بين التبرير والتقديس والتمجيد أما أخيراً فستروي لنا نادية يعقوب قصة جديدة من واقع الحياة توضح من خلالها وعداً جديداً وأظيماً سترغبون في المطالبة به ولكن في البداية يوسف ماذا يمكنك أن تخبرنا عن التباس خطأ الثالوث ومنطق الحق الكتابي؟ هل سبق لك يا سامي أن سمعت ترنيمة الإنجيل التي تحمل عنوان مجنون يا نفسه؟ إنها ترنيمة لمغن أمريكي يدعى مايكل كارن وتتناول مفارقة الإنجيل تقول الأبيات الأولى يبدو أنني تخيلته طوال حياتي بوصفه الأكثر حكمة من البشرية جمعاً ولكن إذا كانت حكمة ياه المقدسة هي جهالة عند الإنسان فعلى الأرجح أنه كان يبدو فاقداً صوابه إذ حتى أفراد عائلته قالوا إنه مجنون والكاهن قال إن الشيطان هو المسؤول لكن ياه في هيئة هذا الشاب الغاضب لا يمكن أن يبدو عاقلاً تماماً أبيات هذه الترنيمة مقفات باللغة الإنجليزية وبالتالي تبدو أكثر غنائية في النص الأصلي ولكنها في جميع الأحوال مستمدة من الفكرة القائلة إن الإنجيل هو جهالة بالنسبة إلى فهم البشر في الواقع أليس هذا ما قاله بولوس هذا مفهوم كتبي حسناً هذا هو المقطع كورنثوس الأولى الإصحاح الأول بدءاً بالآية الثامنة عشرة يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة ياه ألم يجهل يهو حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة ياه لم يعرف ياه بالحكمة استحصن يهو أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة وأما للمدعوين يهوداً ويونانيين فبالمسيح قوة ياه وحكمة ياه لأن جهالة يهو أحكم من الناس وضعف يهو أقوى من الناس كورنتوس الأولى الإصحاح الأول الآية الثامنة عشرة والعشرون حتى الخامسة والعشرين إذن هذا بالفعل مفهوم كتابي ومن المحتمل أن يكون هذا المقطع هو الذي ألهم المغني لكتابة أغنيته وبصراحة أنا أستمتع جداً بموسيقى مايكل كارد فكلماته عميقة جداً ومفعمة بالمعاني الرائعة وهي ليست مجرد تكرار لعبارة هل 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 هللويا على غرار العديد من أغاني الإنجيل الحديثة ما خطبك يا يوسف ألا يروقك تكرار الكلام باطلاً كما يفعل الوثنيون؟ طبعاً لا يا سامي ولكنك لم تفهم قصدي تماماً نعم بولوس قال إن الإنجيل كان جهالة عند حكماء العالم بالنسبة إلى فهم البشر الخاطئين فإن موت الشخص بلا خطيئة من أجل خطايا الآخرين هو أمر غير منطقي على الإطلاق غير أن المؤمنين استنبطوا من هذه الفكرة وقاموا بتطبيقها على نطاق واسع على عقائد أخرى عقائد غير منطقية على الإطلاق حتى لازمة الترنيمة تلمح إلى هذه النقطة اقرأ كلمات لازمة عندما اعتقدنا في جهالتنا أننا حكماء لعب دور المجنون وفتح أعيننا عندما اعتقدنا في ضعفنا أننا أقوياء جعل نفسه عاجزا ليبين لنا أننا مخطئون ولذلك ترانا نتبع مجنون ياه نفسه لأن المجنين فقط يستطعون ذلك فيصدقون ما لا يمكن تصديقه تعالى كن مجنونا أنت أيضا إذن فقد تطورت هذه الفكرة القائلة إذا كان عقلك عاجزا عن استعاب مفهوم لهوتي معين فلابد من أن يكون هذا المفهوم صحيحا بشكل تلقائي ففي النهاية نحن مجرد بشر حمقى ولكننا نحسب أنفسنا أذكياء لكن ليس هذا ما كان يقوله بولوس فهو كان يطبق فكرته على الإنجيل فقط وليس على العقائد الأخرى لا يا سامي ومع ذلك فإن المؤمنين اليوم يحومون حول هذه الفكرة ويستخدمونها لمحاولة إثبات عقائد هي في الواقع عقائد خاطئة وهذه هي الجهالة فالحق منطقي يمكن إثباته وليس من الصعب فهمه عقيدة الثالوث على وجه الخصوص هي عقيدة غير منطقية وبدل الاعتراف بأنها فكرة صخيفة وعبثية ومنافية للعقل ويستحيل فهمها فإن مؤيديها يتجاهلون ببساطة المشكلات التي قد تنشأ عند محاولة تفسيرها ويقولون إنه سر عميق جدا ويستحيل أن يستوعبه الفهم البشري ومن المفترض أن يكون ذلك كافيا بالنسبة إلينا لننحي جانبا المنطق والكتاب المقدس ونقبل هذا السر قبولا أعمى إنما ليس هذا ما يريده الآب منا فهو يدعون قائلا هالم نتحاجج إشعياء الإصحاح الأول الآية الثامنة عشرة الكلمة المترجمة إلى اللغة العربية نتحاجج تأتي من الكلمة العبرية وتعني حرفيا أن تكون على حق أو على صواب وتشمل الجدال والتبرير والقرار أو الإقناع مبدئيا أن تستخدم عقلك لتقتنع بما هو حق لا يفترض بنا أبدا أن نهز أكتافنا بلا مبالات ونقول حسنا هذا يبدو في منتهى الحماقة والجنون وبالتالي لا بد من أن يكون صحيحا إنه ببساطة أمر يصعب علي فهمه واستعابه ويهل يعمل بهذه الطريقة إسحاق واتس أتعرف هذا الاسم؟ نعم هو كاتب ترنيم إنجليزي ولد في أواخر القرن السابع عشر على ما أذكر ألم يكتب أكثر من خمسمائة ترنيمة؟ بلى ولكن أكثر من ذلك كان له تيا وفي الوقت عينه واحدا من أبرز علماء المنطق حتى إنه كتب كتابا مدرسيا عن المنطق نشر لأول مرة عام 1724 وما كان عنوان الكتاب؟ المنطق الاستخدام الصحيح للعقل والمنطق في عملية البحث عن الحق وفي الواقع لا تزال عملية إعادة تباعة الكتاب ونشره متواصلة حتى يومنا هذا في جميع الأحوال يسامي واتس أدل بملاحظة ذكية فيه أود منك قراءتها لا دي نسخة منه هنا افتح الصفحة 325 وقرأ لنا المقطع الذي وضعت عليه علامة يقول وهبنا صانعنا القدرة على التفكير المنطقي من أجل هذه الغاية بالذات للسعي وراء الحق ونحن نسيء استخدام واحدة من أثمن الهبات التي أنعم بها علينا إذا استسلمنا بشكل أساسي وتركنا أنفسنا نقاد إلى الضلال من قبل أي من قوى الطبيعة الخبيثة أو المصالح المهلكة لهذه الحياة العقل نفسه إن أطعناه بأمانة سيقودنا إلى تلقي وحي الإنجيل الإلهي حيث يقدم لنا بالشكل المناسب وهذا سيظهر لنا الطريق إلى الحياة الأبدية الآن قارن ما قرأته للتو ببيان أدل به بيتر بيرغر في كتابه الصادر عام 1992 بعنوان المجد البعيد البحث عن الإيمان في عصر السذاجة كتب يقول وهنا أقتبس طبعا ثم تما يبرر التأكيد على أن الميلة إلى تصديق الهوراء الواضح والجلي يزداد مع التعليم العالي بدل أن يقل في الواقع يا سامي أنا لا ألاحظ ذلك في الأوساط الأكيديمية بالقدر الذي ألاحظه في اللاهوت ولكن كما قلت قبل قليل أن عقيدة الثالوث هي خير مثال على ما يشير إليه بيرغر إنها مجرد هوراء ومع ذلك فإن حقيقة كونها غير منطقية ويستحيل فهمها تستخدم كدليل دامغ على صحتها ولكن ليس هذا ما يعلمنا الكتاب المقدس فعلا سامي انتقل إلى الإصحاح الأول من أفاسوس ولنلقي نظرة على ما قاله بولوس تحت تأثير الوحي أفاسوس الإصحاح الأول؟ أجل الآيتان السبعة عشرة والثامنة عشرة ماذا تقولا؟ ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يا هشوى المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين عذر أقبح من ذنب أن الدعي عدم القدرة على تقديم تفسير منطقي لعقيدة ما لمجرد أنها عميقة للغاية وتفوق قدرة الفهم البشري على استعابها ليس هذا ما يعلمنا الكتاب المقدس فعلا أما الحقيقة التي لا مناص منها فهي أن العديد من المؤمنين اليوم يقبلون الهراء على أنه حق ويعتبرون الترهات المضللة السخيفة المنافية للعقل والمنطق حقائق عميقة يجب أن يقبلها الإيمان الأعمى وعندما نفعل ذلك نسيء إلى الحق صحيح؟ تماما يا سامي انتقل إلى متى الإصحاح السابع هذا المقطع هو من عظة المسيح على الجبل يقدم إلينا من الآية الخامسة عشر إلى العشرين اختبارا حاسما يمكننا استخدامه لتقييم ما إذا كان التعليم صحيحا أم لا ابدأ القراءة يا سامي احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة كل شجرة لا تصنع ثمارا جيدا تقطع وتلقى في النار فإذا من ثمارهم تعرفونهم إن الثمار الحق السماوي هي الوضوح والمنطق والاتساق والعقلانية كل هذه الصفات يتسم بها الحق ويمكن للعقل البشري فهمها المشكلة هي أننا غالبا ما نضع شركة الكنيسة قبل الحق نحن نسمح بحدوث ضغط الأقران لنلتزم الصمت فقط لنتمكن من التأقلم مع مجتمعنا الديني المختار قد يدلنا الروح على الخطأ لكننا نقوم بإسكاته عندما نقبل نهج المعتمد والقائل إن الحق عميق جدا ويفوق قدرة الفهم البشري على استيعابه وهكذا ينتصر الشيطان بالطبع يا سامي لأن ثمة قوة في الحق الخطأ ضعيف آرثر شوبينهاور الفيلسوف الألماني العظيم الذي عاش في القرن التاسع عشر أبدى ذات مرة ملاحظة قال فيها وهنا أقتبس ما من رأي واحد مهما كان سخيفا لا يتبناه الناس بسهولة مطلقة بمجرد أن يتم إقناعهم بأنه يتم تبنيه على نطاق عام إذن الإقناع بواسطة الضغط على الأقران هذا أسلوب قديم جدا بقدم شعور حواء بأنها بحاجة إلى تبرير طاعتها لأوامر رياه أمام الحية نحن يروقنا التوافق والإجماع لا يروقنا أن نقف بمعزل عن الآخرين وهذا غير مريح من المؤكد أنك إن ابتعدت عن الآخرين لتتبع الحق فلن تشعر بالراحة التي تشعر بها عندما تكون محاطا بأشخاص يشبهونك في تفكيرهم وعقليتهم إصرار المؤمنين على قبول لاهوت غير منطقي بإيمان أعمى يجعلهم جاهلين وخاضعين للتسلسل الهرمي في الكنيسة لدي هنا كتاب بعنوان التراث الغربي للإيمان والعقل هل لا تفتح يا سامي الصفحة حيث الورق اللاسق البرتقالية وتقرأ المقطع حيث وضعت علامة مات ابن يهوى هذا أمر علينا تصديقه تماما لأنه مناف للعقل والمنطق ودفن وقام هذه الحقيقة مؤكدة لأنها مستحيلة ما رأيك بحجة من هذا النوع؟ ثمت الكثير من المغالطات المنطقية في هذا البيان المقتضم هذا اللهوط يفرض خيارا خاطئا فهو يجبر المؤمن إما على قبوله بإيمان أعمى أو على رفضه تماما باعتباره مجرد هراء مطلق ومع ذلك فإن الكتاب المقدس نفسه لا يتكلم بهذه الطريقة انتقل إلى أعمال الرسل الإصحاح الثاني ولنلقي نظرة على الطريقة التي يتحدث بها الكتاب المقدس عن موت المخلص وقيامته أعمال الرسل الإصحاح الثاني من الآية الرابعة عشر إلى السادسة والثلاثين هذه عظة بطرس في يوم الخمسين وخلال قراءتك للمقطع أريد منك أن تبحث عن أي موضع حث فيه بطرس مستمعي على الإيمان إيمانا أعمى بأي شيء قاله فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنون في أرشليم أجمعون ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي لأن هؤلاء ليسوا سكارا كما أنتم تظنون لأنها الساعة الثالثة من النهار بل هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول يهوى ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وعلى عبيدي أيضا وإيماء أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم يهوى العظيم الشهير ويكون كل من يدعو باسم يهوى يخلص أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يهوش والناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل ياه بقوات وعجائب وآيات صنعها يهوى بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشورة يهوى المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه ناقدا أو جاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني لكي لا أتزعزع لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم فإذ كان نبيا وعلم أن ياه حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه سبق فراء وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيهش وهذا أقامه يهوى ونحن جميعا شهود لذلك وإذ ارتفع بيمينياه وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن يهوى جعل يهوشوا هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا كان بطرس يدلي هنا بأقوال يصعب تصديقها هل لاحظت في موضع ما أن بطرس كان يطالب مستمعي بقبول ما كان يزعمه بالإيمان الأعمى وحده لا في الواقع إنه يبني قضية دقيقة لدعم مزاعمه يقتبس من الكتاب المقدس وهنا في الآية الثانية والثلاثين يقول وهنا أقتبس ونحن جميعا شهود لذلك هذا هو الأساس المنطقي الذي يبني عليه يهوى حقه يمكننا قبوله واعتناقه والأهم من ذلك يمكننا فهمه يهوى ليس بحاجة إلى عبيد عميان العقول هو يريدنا أن نفهم من المؤكد أن الذين يعرفون يهوى سيثقون به ويطمئنون إليه ولكن مشيئته لنا تقتضي أن نعرف ونفهم كل ما رأته حكمته مناسبا للكشف عنه يوجد في عالمنا اليوم عدد غير محدود من المعتقدات فالمسيحية نفسها تحتوي حرفيا على آلاف الطوائف المختلفة كل واحدة مقتنعة بأنها على صواب وأن البقية وجميع الطوائف الأخرى مخطئة إذا كنت تريد معرفة الحق بنفسك من دون اللجوء إلى التحيز البشري والخطأ والتقاليد فستحتاج إلى معرفة كيفية اكتشافه بنفسك الخبر السار هو وجود مبادئ محددة يمكنك استخدامها في دراستك للكتاب المقدس وهي ستساعدك بتوجيه من الروح القدس على التمييز بين الحق والخطأ لمعرفة المزيد استمع إلى حلقة بثت سابقا بعنوان حق أو خطأ ثقل قاعدة الأدلة الحلقة السابعة أكرر حق أو خطأ ثقل قاعدة الأدلة يمكنك الاستماع إليها على موقعنا أو البحث عنها على اليوتيوب قبل أن نتابع حلقة اليوم أود تكريس دقائق قليلة لأشرح باختصار شديد الأساس الذي يمكننا من خلاله أن نتخذ مثل هذا الموقف الجريء ضد غالبية المسيحيين ونقول لهم إنهم مخطئون في كل ما يتعلق بالثالوث ففي نهاية المطاف إنها العقيدة التأسيسية التي بنيت عليها المسيحية الحديثة عقيدة الثالوث تتناول طبيعة الإله ذاتها وعلينا يا سامي معرفة كل ما يكشفه الكتاب المقدس عن طبيعة ياه وكذلك عن طبيعة الإبن والروح القدس نحن لا ننكر وجود الروح القدس صحيح وكانت هذه نقطة التباس بالنسبة إلي عندما سمعت لأول مرة أن بعض المسيحيين ادعوا أن لا وجود للثالوث كيف يمكن إنكار وجود الثالوث في حين أن الكتاب المقدس نفسه يشير إلى الروح القدس ولكنني بعد ذلك أجريت أبحاثي عن الكلمة أخرجت القاموس التوافقي وبحثت عن كل استخدامات كلمة روح والروح القدس في الكتاب المقدس كل الاستخدامات من دون استثناء وماذا اكتشفت؟ في الواقع الكلمة تعني بكل بساطة النفس من الإصحاح الأول في التكوين حيث روح ياه يرف على وجه المياه إلى العهد الجديد الكلمة تشير فقط إلى نفس ياه لكن هذا منطقي بالفعل لأن الآية الحادية عشر في إشعياء الإصحاح الخامس والخمسين تكشف أن كلمة ياه ذاتها تتسم بالقوة اللازمة لتعمل ما يقوله إنها القوة الموجودة في نفسه بالذات هذا أمر واقعي وحقيقي وبناء على ما قلته قبل قليل ثمت نقطة أخرى أربكتنا أنا وأنت عندما بدأنا بدراسة حقيقة طبيعتيا وهي ما ورد في الآيتين السابعة والثامنة في يحن الأولى الإصحاح الخامس ما ورد في هتين الآيتين بدأ وكأنه حجة مقنعة بامتياز لصالح الألوهية الثالثية تقول الآيتان فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد إنه المقطع الأبرز الذي يبدو كأنه يثبت طبيعة يهوى الثالثية وما كنت أجهله في البداية هو أن هاتين الآيتين لم يكتبهما يحن في الواقع فهما لم ترداء أبدا في أي من المخطوطات الأكثر قدما أضيفتا بعد مرور أكثر من ألف عام على يد كاتب قرر أن المسيحيين بحاجة إلى مزيد من الأدلة لدعم عقيدة الثالث خيال مقدس تماما لدينا عدد من الحلقات الإذاعية التي تتطرق إلى طبيعة يهوى الحقيقية استمعوا إليها على موقعنا الإلكتروني أو على اليوتيوب ولدينا مقالات كثيرة حول هذا الموضوع لكن الآن اعلموا فقط أن الدليل على وحدانية طبيعة يهوى موجود بالفعل وهو يستند استنادا راسخا إلى الكتاب المقدس يهوى واحد وليس بثالوث ليس بثلاثة في واحد ومع ذلك فإن هذا المعتقد الذي نشأ في الوثنية قد تغلغل في اللهوت المسيحي الحديث لدي هنا بعض الاقتباسات التي طبعتها وأود أن تقرأها لنا الاقتباس الأول هو من مقال بعنوان سر الثالوث الأقدس كتبه الأبو بيتر جون كاميرون ما المقصود بإيراء دال؟ الرهبنة الدومينيكانية إنه كاهن دومينيكي في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يقول إن السر الثالوث الأقدس هو السر المحوري للإيمان المسيحي والحياة المسيحية هو مصدر كل أسرار الإيمان الأخرى والنور الذي ينيرها إنه أحد أسرار الإيمان المخيفة في يهوى والتي لا يمكن معرفتها إلا إذا كشف يهوى عنها ومجرد أن يكشف لنا عن هذا السر في صلاح ياه الإلهي رغم أنه يبدو من المعضلات التي لا يمكن اختراقها إله واحد في ثلاثة أقانيم فإننا ندرك أن حقيقة ياه الثالوث هي بالضبط ما نحتاج إليه ما صنعنا من أجله هذا كلام كثير فقرة كاملة في الواقع وماذا تقول؟ ليس أكثر من أن طبيعة يهوى الثالوثية هي معضلة لا نستطيع فهمها وعلينا بالتالي قبولها بإيمان تماما إن عجزنا عن فهم أمر ما واستيعابه فعلينا فقط قبوله بإيمان أعمى ما الاقتباس التالي؟ إنه اقتباس من الموقع الإلكتروني christian.info المقال بعنوان سر الثالوث يقول إن مفهوم الثالوث هو سر من أسراريه لكننا نجد صعوبة في استيعابه لأن الأمر يستحق أن نفهم ياه بقدر ما نستطيع ثمت إله واحد موجود أبديا في ثلاثة أقانيم والاقتباس الأخير هذا الاقتباس هو من مقال بقلمي وين جرودم بعنوان وكما هو متوقع سر الثالوث عنوان شعبي بالطبع كتب يقول قد يبدو من الصعب أحيانا أن نفهم كيف أن هناك ثلاثة أقانيم متميزة في الثالوث ولكل منها كيان ياه الكامل نفسه رغم وجود إله واحد فقط وهو غير منقسم وفهم هذا الأمر لا بد من أن يكون صعبا الثالوث هو واحد من تلك الأسرار التي لا يمكننا وصفها إلا جزئيا ورغم أن التشبيهات والمقارنات المختلفة منذ الخلق يمكن أن تساعدنا قليلا في فهم الثالوث إلا أن جميع المقارنات والتشبيهات تفشل في نهاية المطاف في وصف هذا السر لأنها تحاول تفسير كيان ياه من زاوية الخلق إنها محاولات لشرح كيف أن ياه مثل الخليقة ولكن لا شيء في الخليقة يشبه كيان ياه تماما لقد فشلت محاولات تبسيط هذا السر أو شرحه بالكامل وغالبا ما تؤدي إلى معتقدات تتعارض مع تعليم الكتاب المقدس باختصار عقيدة الثالوث هي أمر لن نفهمه تماما أبدا لأن أجزاء منه تفوق قدرتنا على الفهم فهو جزئيا أحد تلك السرائر التي تخص الرب إلى هنا تثنية الإصحاح التاسع والعشرون الآية التاسعة والعشرون لاحظ يا سامي أن النقطة الأساسية مرارا وتكرارا هي أن الثالوث السر لا يمكننا شرحه بالكامل لأننا لا نستطيع فهمه تماما لذا يفترض بنا قبوله فحص نعم ولاحظت أن الاقتباس الأخير الذي قرأناه يقتبس من سفر التثنية لتأكيد صحة معتقد نعجز عن فهمه فلنقرأ ذلك يا سامي التثنية الإصحاح التاسع والعشرون الآية التاسعة والعشرون تقول السرائر ليهو إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة إنها آية صغيرة مفيدة جدا لتتسلح بها كلما بدت عقيدتك بعيدة كليا عن المنطق ما عليك يا سامي سوى أن تدعي أنها سر من تلك السرائر التي تخص ياه وهذا كفيل بإسكات أي سؤال يمكن طرحه ولكن هل هذا صحيح؟ نعم من المستحيل أن نفهم عقيدة الثالوث ولكن ليس لأنها لغز وسر من تلك الأسرار العميقة التي يصعب على العقول البشرية استعابها يستحيل فهمها لأنها مجرد هراء غير منطقي العقول البشرية تستطيع أن تدرك طبيعتيا الحقيقية لأنها واضحة جدا وفي منتهى البساطة والكتاب المقدس يفسرها بشكل مفهوم للغاية من المثير للسخرية أن الثالوثيين يستخدمون هذه الآية في التفنية لأن هذا السفر بالذات يقدم إلينا الوصفة الأكثر وضوحا لطبيعة يهوى هل تنتقل؟ سبق أن انتقلت إليه الإصحاح السادس الآية الرابعة تقول اسمع يا إسرائيل يهوى إلهنا يهوى واحد هذا كلام واضح وضوح الشمس اقرأ الآية الخامسة أيضا فتحب يهوى إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك الإله هنا هو في الواقع إلهيم ولكن ما أريد منك ملاحظته هو أن المصطلح الذي لطالما رددنا أنه ثلاثة في واحد هو في الواقع واحد فقط وهذا ما يشير إليه السفر التثنية وبعد مرور أكثر من ألف عام تتذكر عندما سأل المحام الفرسي يهوشوى ما هي أهم وصية؟ ماذا أجاب؟ تحب يهوى إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك؟ فلنقرأ ذلك يا سامي مرقص الإصحح الثاني عشر الآية الثامنة والعشرون إلى الحادية والثلاثين فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يهوشوى إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل يهوى إلهنا يهوى واحد وتحب يهوى إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك ليس وصية أخرى أعظم من هاتين كانت هذه فرصة مثالية كي يؤسس من خلالها لفكرة طبيعتية الثالوثية في بيئة العهد الجديد كان بإمكانه أن يقول تحب الآب والابن والروح من كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك بالتأكيد كان يملك كل المفردات اللازمة ليقول ذلك ولكنه لم يفعل لا بدل ذلك وهنا أقتبس من الآية الرابعة في التثنية الإصحاح السادس مؤسسا لفكرة طبيعتية الوحدانية يهوى واحد يعرف معظمنا السير إصحاق نيوتن الشهير بنظرياته في الفيزياء ومهاراته في الرياضيات وعلم الفلك في الواقع هو يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم علماء الرياضيات والفيزياء في كل العصور في إشارة إلى نظريته النسبية قال ألبرت أينشتاين عن نيوتن وهنا أقتبس لا يعتقدن أحد أن إبداع نيوتن العظيم يمكن الإطاحة به بأي شكل من الأشكال من خلال نظرية نسبية أو أي نظرية أخرى إن أفكاره الواضحة والجامحة ستحتفظ إلى الأبد بأهميتها باعتبارها الأساس الذي بنيت عليه مفاهيمنا الحديثة للفيزياء ما لا يعرفه معظم الناس هو أن عقل نيوتن اللامع قد تأمل في اللاهوت وكتب عنه أكثر من أي موضوع آخر قد يفاجئ كأن تعلم أن نيوتن لم يؤمن بالإله الثالثي كان مقتنعا بأن هذا المعتقد هو مجرد هراء أحمق استمع إلى هذا أقتبس لقد لاحظ نيوتن بشيء من السخرية ما يلي الجنس البشري عشق الأسرار وهو لا يضع أي أمر في هالة من القدسية والكمال إلا إن كان يعجز عن فهمه هذا هو الثالوث لكنه قال أيضا وهنا أقتبس الحق نجده دائما في البساطة وليس في تعددية الأمور والتباسها الثالوث أيضا تدرك أنها مسألة تثير الحيرة والالتباس عندما يكف العلماء عن محاولة شرحها ويكتفون بالقول ثقوا بكلامي ثقة عمياء الأمر صحيح بالتأكيد فقط اقبلوه بإيمان أيها الأصدقاء لا تسيروا بهذه الطريقة أتذكر أنني قرأت شيئا كتبه ويليام تاينديل وكان كما قد يتذكر مستمعون عالم لاهوت ولغويا إنجليزيا وكان له دور فعال في الإصلاح البروتستانتي واشتهر بكونه أول شخص ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية قبل أن يتم شنقه وحرقه على وتد أتعلم أنه لم يكن قد تجاوز الثانية والأربعين من عمره عندما استشد حقا كان شابا الصور التي رأيتها له وهي نقوش كما تعلم تجعله دائما يبدو أكبر سنا بكثير خصوصا مع تلك اللحية البيضاء لا تنسى كان ذلك في بدايات القرن السادس عشر صحيح في جميع الأحوال فهم ويليام فهما واضحا جدا كيف يميل العلماء إلى المراوغة بشأن الأمور الصغيرة في حين تفوتهم الأمور الأكثر ثقلا وأهمية تماما كالفريسيين أيام المسيح أو العلماء في أيامنا هذه على حد سوى بقدر ما تتغير الأمور بقدر ما تبقى على حالها على أي حال في إشارة إلى العلماء الذين يراوغون بشأن المعاني الخفية وراء الكلمات قال إنهم وهنا أقتبس متنازعون خاملون ومتشاجرون حول الكلمات الباطلة يقدمون اللحاء المر من دون أن يصلوا أبدا إلى اللب الحلو لحظة فاقبة يا سامي في جميع الأحوال كان رجلا فاقبة البصيرة فهم تماما مخاطر ما نسميه اليوم انتقائية الحق كان مقتنعا بوجوب قراءة الكتاب المقدس ككل وفي سياقه الصحيح وفهمه تماما كما يقرأ وقال إن الكتاب المقدس يروي حكاية بوسع أي رجل أو امرأة فهمها من دون أن يرسم كاهنا أو يدرس علما له كان فهمه سابقا لعصره بالفعل قبل موته بفترة وجيزة حث المؤمنين على عدم الانصياع إلى قناعات البشر وعقائدهم هذا هو الوصف الدقيق لعقيدة الثالوث فالناس يؤمنون بها بناء على قناعات البشر وليس بناء على الكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس لا يعلمها بالعودة إلى إسحاق واتس هل تعتقد أن هناك علاقة ما بين دراسته للمنطق ورفضه لعقيدة الثالوث؟ بالتأكيد يا سامي في الواقع لدي اقتباس هنا آه ها هو إنه اقتباس من كتابه عن المنطق كتبه بعد عشرين عاما من الدراسات المكثفة حول طبيعة يهوى لو كان الكتاب المقدس يعلم الألوهية الثالوثية لكان وجد دليلا على ذلك أنذاك ألا توافقوني الرأي؟ اقرأ الاقتباس يا سا ولكن كيف يمكن لمثل هذه المخلوقات الضعيفة أن تحتضن عقيدة بمثل هذه الغرابة وهذه الصعوبة وهذا الغموض كعقيدة الثالوث وتفسرها وتدافع عنها في حين قام العديد من الأشخاص وحتى رجال العلم والتقوى بتضليل أنفسهم في معضلات معقدة من الخلافات والمتاهات الظلمية التي لا نهاية لها هل يمكن لهذا المفهوم الغريب والمحير عن ثلاثة أشخاص حقيقيين يؤلفون إلها حقيقيا أن يكون جزءا مهما وضروريا إلى هذه الدرجة في تلك العقيدة المسيحية التي يتم تقديمها في العهدين القديم والجديد على أنها في منتهى السهولة والوضوح حتى بالنسبة إلى أكثر الناس بساطة؟ جميع الطوائف المسيحية تدعي أنها تستند إلى الكتاب المقدس ولكن كيف يمكن لمنظمة أو كنيسة تدعي أنها تستند إلى الكتاب المقدس أن تعلم وتؤمن بعقيدة لم يعلمها المسيح أو الرسل هل يمكن فعلا القول أنها تستند إلى الكتاب المقدس؟ لا إلا أن تبنت أيضا عقيدة المثالية الإنجلية الكاثوليكية الرومانية وعلى غيرار الكاثوليك تضع تقاليد الكنيسة على قدم المساواة مع الكتاب المقدس هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها القيام بذلك لأن الألوهية الثالثية بالتأكيد لا ترد في الكتاب المقدس فلنكرس الآن بعض الوقت لإلقاء نظرة على بعض مقاطع الكتاب المقدس التي تميز بوضوح بين الآب والابن وأود التأكيد على أن هذه ليست سوى حفن من مقاطع عديدة في هذا الإطار لنبدأ بيحنى الإصاح الرابعة عشر الآية الثامنة والعشرين ماذا تقول؟ قدمنا مؤخرا حلقة حول هذا الموضوع وعرضنا فيها عددا كبيرا من مقاطع الكتاب المقدس أكثر مما كنت أعتقد ثم تمقال على موقعنا الإلكتروني يسرد جميع نصوص الكتاب المقدس ابحث عنه عنوانه أوجه الاختلاف بين يهوى ويهوشوى والمقال يذكر أكثر من خمسين نص مختلف يوضح أوجه الاختلاف بين الآب والابن حسنا يحنى الإصحاح الرابع عشر الآية الثامنة والعشرون تقول أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني لو كان الآب والابن واحدا بالمعنى الثالثي لما كان بوسع يهوشوى أن يصرح بكل صدق وشفافية أن الآب أعظم منه بالتأكيد يوحنى الإصحاح العشرون الآية السابعة عشرة إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم يهوشوى له إله وإلهه ليس هو نفسه ملاحظة جيدة المقطع الأخير ماذا تقول أفاسوس الإصحاح الرابع الآيات الرابعة إلى السادسة رومي كورانثوس الأولى والثانية غلاطية أفاسوس هل حفظت كل أسفار الكتاب المقدس بالترتيب؟ بالتأكيد عندما كنت طفلا كان ذلك يمنحني ميزة كبيرة في اختبارات الكتاب المقدس التي كان يخضعنا لها مدرسنا في مدرسة الأحد كنت أحب المنافسة إلى حد كبير حسنا جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم هناك إله واحد ليس ثلاثة في واحد واحد فقط نحن ننسى أن كتبة الكتاب المقدس كانوا يملكون المفردات اللازمة للإعلان عن طبيعة ياه الثالوثية بكل دقة ووضوح لو كان هذا فعلا ما أرادوا قوله ولكن طبيعة ياه ليست ثالوثية وهم لم يقولوا إنها ثالوثية المسيح نفسه كان حريصا على الإشارة مرارا وتكرارا إلى الاختلافات بينه وبين الآب اقرأ لنا صلاته في يوحنى الإصحاح السابع عشر الآيات الأولى إلى الرابعة تكلم يهشو بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويهشو المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته لا يمكنك المجادلة بأن يهشو يستطيع أن يتفوه بمثل هذه الكلمات لأنه نح جانبا لهوتا رغم ذلك ستبقى عباراته غير دقيقة لاحظ الآية الثانية التي يقول يهشو فيها إن يهو أعطاه سلطانا ثم يتابع ويقول بكل وضوح هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويهوشو المسيح هو يؤكد أن يهو هو الإله الحقيقي الوحيد واو العطف تربطه بالإله ولكن ليس كعضو ثان في الألوهية بل كمجرد شخص من الضروري أن نعرفه لننال الحياة الأبدية استفانوس أول شهيد مسيحي أدرك أيضا أن الآب والابن كائنان منفصلان ومختلفان اقرأ ما قاله في محاكمته وقبل إعدامه المقطع في أعمال الرسل الإصحاح السابع كما أظن اقرأ فقط الجزء حيث يعلم أنه سيموت المقطع من الآية الخامسة والخمسين إلى الستين يقول وأما هو استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد يهوى ويهوشوى قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر إلى السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول فكانوا يرجمون استفانوسة وهو يدعو ويقول أيها الرب يهوشوى اقبل روحي ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة وإذ قال هذا رقد لو كان يهوشوى الله هو أيضا مثل ما علمون دائما في عقيدة الثالوث فكيف يمكن أن يقال إنه يقف عن يمين الله ففي النسخة اليونانية الأصلية لا يقول إنه يقف عن يمين يهو يقول ثيوس وهي الكلمة اليونانية المعادلة لكلمتنا العربية الله كيف يعقل أن يقف الله عن يمين نفسه هذه عبارة غير منطقية على الإطلاق بلى فمت عدد كبير جدا من مقاطع الكتاب المقدس التي تؤكد على تمايز أو تفرد طبيعة كل من الآب والابن فهما ليسا متماثلين ولا حتى بوصفهما جزئين من جزء واحد متكامل سبق أن تحدثنا عن التثنية الإصحاح الرابع الآية السادسة ولكن ثمت مقاطع أخرى في الإطار نفسه اقرأ لنا كورنثوس الثانية الإصحاح الحادي عشر الآية الحادي والثلاثين الله أبو ربنا يهشو المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب سنكتفي بآية أخيرة من بين عدد كبير من الآيات المشابهة الآية الثالثة في بطرس الأولى الإصحاح الأول مبارك الله أبو ربنا يهشو المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يهشو المسيح من الأموات هل لحظت يا سامي كيف يردد بولوس هذا المفهوم مرارا وتكرارا؟ لم يكن ما قاله مجرد ذلة قلم فقد قصد فعلا ما قاله عندما تحدث عن الله وأب المسيح الله ليس له إله ولو كان يهوشو هو الله لو كان بالفعل جزءا من ألوهية ثالثية لما كان بوسعه أن يقول إن له إلها يجب أن نتذكر أن الحق منطقي لسنا بحاجة إلى الإفراط في التفكير أو تحريف الكتاب المقدس للوصول إلى الحق ليس علينا قبول الأمور بإيمان أعمى فالحقائق التي سبق أن تم الكشف عنها وطبيعة الله ليست مسألة مخفية عنها لقد ورد في الكتاب المقدس وبشكل واضح أن يهوى واحد وأنه الإله الحقيقي الوحيد وليس هناك إله سواه إذا كنت تدرس مسألة ما ولاحظت أنها تزداد التباسا وإرباكا كلما تعمقت أكثر في دراستها فمن المحتمل أن يكون هناك خطأ ما متغلغل في مكان ما لذا واصل البحث عن الحق لأن الحق لا يمكن إلا أن يكون منطقيا دوما ومتناغما ولا يتعارض مع نفسه ابقوا معنا الفقرة التالية هي فقرة البريد اليومي أنتم تستمعون إلى الراديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 متراً راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك لدينا سؤال مثير للاهتمام في حقيبة البريد اليومي يسأل فليكس بن كالوكان في الفلبين أدير جلسة أسبوعية لدراسة الكتاب المقدس لمجموعة من المراهقين إنهم شباب رائعون فائق الذكاء وكثير الأسئلة أراد هذا الأسبوع معرفة الفرق بين التبرير والتقديس والتمجيد أجدت شرح موضوع التمجيد لهم لكن أعترف أنني لم أستطع أن أصف جيداً الفرق بين التبرير والتقديس فكيف يحدد الفرق؟ من المهم أن نفم بوضوح ما تعنيه هذه المصطلحات نظراً للمعلومات الكثيرة التي يحملها كل مصطلح حسناً يحصل التمجيد كما يعلم فليكس عندما يعود يهوشو ويتحول أولئك المؤمنون الذين ما زالوا أحياء ليس فقط إلى أجساد جديدة إنما يمنحون أيضاً طبيعة أسمى هذا ما كان يتحدث عنه بولوس في فيليبي الإصحاح الثالث ما رأيك يا سامي في أن ننتقل إليه؟ فيليبي الإصحاح الثالث الآيتان 20 و21 فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضاً ننتظر مخلصاً هو الرب يهوش والمسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء هذا تمجيد لم يحدث ذلك بعد التبرير يحدث في اللحظة التي يقبل فيها الخاطئ التائب موتى المسيح نيابة عنه عندما تتمسك يد الإيمان بوعد الغفران يصبح الخاطئ مبرراً في الحال لهذا نتحدث عن التبرير بالإيمان أجل أتذكر قصة مارتن لوثر وهو يتسلق السلم بيلاطوس على ركبتيه في زيارته لروما يكفر عن خطاياه ثم يتذكر النص في رومي الإصحاح الأول الآية السابعة عشرة الذي يقول أما البار فبالإيمان يحيا فقام وركض على الدرج ولم يعد للكفارة لأنه أدرك أن الخلاصة هبة تماماً كما تقول الآية الثالثة والعشرون من رومي الإصحاح السادس لأن أجرة الخطيئة هي موت وأما هبة يا فهي حياة أبدية إنها هبة ويتم قبولها واستلامها بالإيمان تعد مستحقاً عندما تقبل بالإيمان تضحية المسيح هذا هو التبرير إذن ما هو التقديس؟ الشيء المقدس هو شيء أو شخص مخصص للاستخدام المقدس ويمكن تعريفه بأنه فعل التقديس التقديس مثل التبرير والتمجيب هو أيضاً هبة ولكن كما هو حال التبرير فإنه ليس مفروضاً علينا رغم إرادتنا علينا أن نوافق علينا أن نقبل لأن يا لن يفرضها علينا ولكن كيف تسير الأمور؟ مررت بفترة ظننت فيها أنه يجب أن أكون كاملاً قبل عودة يهوشوة بالطبع كان ذلك محبطاً لأنني ظللت أخطئ حتى عندما لم أرغب في ذلك أنا أعلم الآن أنه طالما أن طبيعتنا ساقطة سنستمر في التعثر وارتكاب الأخطاء صحيح يا ساني لكن هذا لا يعني أننا نمرح بارتكابنا الخطيئة من دوني حتى أن نحاول مقاومة التجربة لدينا دور نؤديه وهو تسليم إرادتنا إليه ليتمكن من العمل فينا ولنعمل من أجل المصر ما رأيك في أن تقرأه لنا؟ فيليبي الإصحاح الثاني الآيتان الثانية عشرة والثالثة عشرة إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن ياه هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر مرة أخرى كلها ذهبة ومع ذلك بما أن يهولا يفرض علينا أي أمر رغم إرادتنا أبدا فإن دورنا هو الموافقة ومنحه الإذن بالعمل فينا عندها سيحولنا إلى صورة سيفعل ذلك وهذا تقديس التالي نادية يعقوب مع درس مهم في الحياة ووعد عن عدم الاستسلام ابقوا معنا مرحبا هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه عام 1938 كان كارويتوكاتش يعتبر أفضل رومات المسدسات في العالم كان الرامي المتوقع أن يفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 1940 في توكيو في اليابان ولكن لسوء الحظ في أثناء التدريب مع الجيش المجري انفجرت قنبلة يدوية في يده محطمة آماله في كسب الميدالية الذهبية الأولمبية أمضى توكاتش أسابيع في المستشفى يتعافى من الإصابة الشديدة والاكتئاب بسبب فقدانه لحلمه في أحد الأيام اتخذ قرارا مفاجئا فكسرون غيره كانوا ليستسلموا مكانه ولكن ليس توكاتش فهو كان يتقن الرماية لكن كان يحتاج إلى بعض التدريب لتنفيذ ذلك بيده اليسرى وهذا ما فعله عندما غادر المستشفى بدأ يتدرب سرا ولم يكن يريد لأحد أن يرى مدى سوء إطلاقه للنار بيده اليسرى ولكن لم يمضي وقت طويل حتى بدأ يصيب الهدف مرارا وتكرارا وبدأ أداؤه يتحسن ولدهشة مواطنيه فاز توكاتش بالبطولة المجارية الوطنية للرماية بالمسدس في الربيع من عام 1939 وكان أيضا عضوا في الفريق المجاري الذي فاز ببطولة العالم للرماية عام 1939 وبهذا عاد حلمه بالفوز بالميدالية الذهبية مرة أخرى إلى المسار الصحيح ولكن مرة أخرى ألغيت دورة الألعاب الأولمبية للعام 1940 بسبب الحرب العالمية الثانية وألغيت بعدها دورة الألعاب الأولمبية للعام 1944 عادة لا تدم مسيرة الرياضيين الأولمبيين طويلا لتشمل ألعاب أولمبية عديدة لكن توكاتش كان مصمما على تحقيق حلمه لذا في الثامنة والثلاثين من عمره تغلب على المرشح الأرجنتيني المفضل كارلوس ساينس فاليينتي ليفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في الألعاب الأولمبية في لندن عام 1948 ثم كرر هذا الإنجاز وحصل على ميدالية ذهبية أخرى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 1952 في هلسينكي في فنلندا وكل ذلك حققه بيده اليسرى لم تتحقق أحلامه بالطريقة التي تصورها وحسب إنما تمكن أيضا من خلال الاجتهاد والالتزام والمثابرة وعدم الاستسلام من تحقيق هدفه ليصبح أول لاعب على الإطلاق يفوز بميداليتين ذهبيتين في حدث الرماية بالمسدس على مسافة 25 متراً نحن أيضاً لدينا هدف وكاتوكاتش نواجه عقبات ونكسات وصعوبات لكن إذا ثابرنا كما فعل يمكننا نحن أيضاً التغلب على المصاعب والمكافأة التي تنتظرنا هي مكافأة أبدية الرؤية الإصحاح الواحد والعشرون يتضمن وعداً رائعاً ملهماً ومشجعاً تقول الآية السابعة من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلهاً وهو يكون لي ابناً لقد منحنا بعوضاً عظيمة وثمينة ابدأوا بالمطالبة بها أقدر حقاً الأفكار التي شاركتها في حلقة اليوم وبينما كانت نادية شاركنا وعدها اليومي كنت أفكر في مقطع يشرح فيه يهشو بدقة كيف تبكت القلوب بالحق وهذا بالتأكيد ليس من خلال القبول الأعمى سأقرأ لك هذا المقطع إنه في يوحنى الإصحاح السادس عشر وربما يكون أوضح تفسير لكيفية عمل الاقتناع استمع إلى التالي بدءاً من الآية السابعة تقول لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما مت جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم كل ما للآب هو لي لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضاً ترونني لأنني ذاهب إلى الآب تماماً كعيذة بطرس في يوم الخمسين فإن المعز وهو الروح القدس أو روح يهوى يبني أساساً دقيقاً يروق للعقل والقلب على حد سواه إنه متين لأنه منطقي لا شيء يبنى بالقوة على الإيمان الأعمى وحده تيتوس الإصاح الأول الآية التاسعة هنا يشرح بولوس الصفات التي يجب أن يتمتع بها قائد الكنيسة ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين ملازماً لما؟ للعقيدة السليمة التي تعلمها والتي بدوره يعلمها للآخرين العقيدة السليمة ليست خرافات يفترض أن تكون عميقة جداً للفهم البشري إنها سليمة لأنها تروق للعقل لها ثقل الحق ومنطقه نرى هذا في مناشدة بولوس للحاكم فيليكس ماذا يقول الإصحاح الرابع والعشرون من أعمال الرسل الآية الخامسة والعشرين؟ اقرأ ما كان رد فيليكس على منطق بولوس وبينما كان بولوس يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون ارتعب فيليكس وأجاب أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك تكلم بولوس مع فيليكس عن البر والتعفف والدينونة ما أثار الضعر في فيليكس لأنه كان منطقياً ومقنعاً جداً الحق مقنع في الأعمال الإصحاح السادس والعشرين ذكر بولوس متى أوكل يهوشو إليه لينشر الإنجيل للأمم تقول الآية الثامنة عشرة لتفتح عيونهم كي يرجع من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى ياه حتى ينال بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين لاحظ عبارة لتفتح عيونهم تتحدث عن تبكيت كل من العقل والقلب لم يبكت العقل والقلب من خلال الإيمان الأعمى المطلق في المغالطات الحمقى فهما يبكتان عندما تضع روحياه بشكل منطقي الحق في العقل والقلب كما قال يهوشو في يحنى الإصحاح الثامن الآية الثانية والثلاثين وتعرفون الحق والحق يحرركم ليس علينا الاعتماد على الإيمان الأعمى لقبول الخرافات غير المحتملة وغير المنطقية أيها الأصدقاء إن الآبى أكثر من راغب في تقديم كل الأدلة التي نحتاج إليها لوضع أساس متين لنا حتى تكون معتقداتنا متينة ويكون لإيماننا شيء ثابت نتمسك به انضموا إلينا من جديد غداً وحتى ذلك الحين تذكروا يهو يحبكم وهو جدير بثقتكم أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة للتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود أعلى الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضاً مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غداً لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على موجة 9330 كيلو هيرتز وعلى تردد 31 متراً راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة